كما تعلمون متابعين الكرام أن أصعب الأشياء على المخلوق البصبعي الفقروري الكرغولي وعلى نظام حضارة الجزائر وهو أن يعطونا شي حاجة لهي منطقية إذا كان النظام حضارة الجزائر في البيانة الأخيرة المضحك والغبي يعتبر على أن الاعتراف الإسرائيلي بمغربية الصحراء إسرائيل هي دولة معترفة في الأمم المتحدة وأخبرت مجلس الأمن والأمم المتحدة بهذا الاعتراف إذا كان النظام حضارة الجزائر يعتبر بأن هذا الاعتراف لا قيمة له فلماذا إذن نظام حضيرات الجزائر دخل في هذا النوبة من السعار الدولة الوحيدة في العالم التي خرجت كسبكي وكتشكي وفي عويل وصراخية حضيرات الجزائر وحاجة على أن نقول عليها دولة بل هي كيان سطنعة من طرف الاستعمار الفرنسي فالسؤال المنطقي المطروح إذا كان هذا الاعتراف كما يقول النظام حضيرات الجزائر لا قيمة له فلماذا إذن البكاء؟ لماذا البصبع يبكي؟ ولماذا المخلوق الفقر والي الكرغولي يبكي؟ ولماذا نظام حضيرات الجزائر تبكي؟ ولماذا الخارجي الجزائر يتبكي؟ ولماذا عمجد حشكم يبكي؟ ولماذا مجموعة من الرمز لنظام حضيرات الجزائر خرجوا في عويل ولطن بهذه الطريقة كتقولوا على أن هذا الاعتراف لا قيمة له وكتقولوا وكتوهموا بوصبع بأن الانتصار دي المرتزقة للبوليزاريو قريب ومبقاش بزاف وقد يحروا الأرض إذن لماذا هذا البكاء؟ لماذا هذا البكاء والعويل بهذه الطريقة؟ ولماذا هذا الصعار إذا كان هذا الاعتراف لا قيمة له فلماذا إذن ردت الفيل هذه المضحكة التي رأيناها من طرف نظام حضيرات الجزائر والكاراكيز والإسلام والأبواق المنطق يقول على أن هذا الاعتراف ليس فقط له قيمة ديبلوماسية بطبيعة الحال بل إنما نزل على نظام حضيرة الجزائر كالصاعقة جعلهم يدخلون في هذه النوبة ديال السوعة هذا هو المنطق هذا هو المنطق المنطق يقول على أن نظام حضيرة الجزائر تلقى صفعة موجعة على ذلك ما تخلقوا وكما تكلموا أما بشتك من بعض أنت كذبكي أنت كذبكي وكتقول لي هذا الطرشة التي ترشتني لي ما لديه حتى قيمة تخيلوا معي أنت ترشتني شيئا صفعت شيئا وبدأكي بكي هذا الشخص الذي وجهت إليه هذا الصفعة وبدأكي يقول لك هذا الصفعة ما لديه حتى قيمة أنت يعني زرقتي لي عينيه ويقول لك هذا الزرق يدي العيني ما لديه حتى قيمة وكي بكي وكي يجكي رأى نفس الشيء الذي وقع الآن معه نظام حضيرات الجزائر ودائما أقول متابعين الكلام أن هذا المساخة الوالدين لا لديهم حس ديال المنطق دائما متناقضين مع أنفسهم وحتى الحديث يلهم لا تفهم أنه شيئا والبيانات ديالهم لا تفهم أنه شيئا من غير حاجة واحدة البكاء والعويل والصراخ ولا شيئا آخر غير ذلك متابعين الكرام أراكم في فيديو قاعدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر